المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان هي مشكلة هي عقلية المركز في إدارة السلطة في السودان كل المراكز منذ الاستقلال أنا لا أقول أن المركز هو الهامش أن لا أتكلم أنا كنت أوضع أن أعلق عن كلام دكتور أخد الناصر عن موضوع التهميش موضوع التهميش هذا لا يعني أن هناك بعد جغرافي معين عن مركز هذا هو التهميش لكن الإدارة السلطة في السيطرة على موارد الدولة ومفاصل الدولة وعدم توزيع عادل للتنمية المتوازنة ومتزنة هذه الإشكالات تود إلى غبن جغرافي للمناطق التي لا تصل إلى هذه الخدمات وتعبر أن هذا الغبن بنوع من انفجار حملة السلاء أو تعبير بوسائل غير سلمية وواحدة من سياسات اللي كانت بتطلب النزام البعيد أنه بترغمك أنك تحمل السلاء عشان تعبر عن هذا النضال وده النموذ اللي حصل لدارفور يعني الحركات دارفور اللي بدأت كان أول مرة تعبر عن أنه ليس التنمية هناك ليس هناك مشروعات تنمية بيستوعب على الأقل خريجين لكن لا يوجد تقدم أي مشروع في دارفور في الأمود كان هناك مشروع بترغمت التي نتتركها في دارفور وهذا الحقيقية في التنمية المتوازنة بعقد اجتماعي لسودان ذات أن تعبر أن هناك تنوى في إدارة هذه الأشياء وتكون جزء من أجهزة الدولة هذه الأشياء هذه الأقلية إذا لم تترك هناك الآن في أهد جديد وجيل جديد في صورة جديدة كل الناس شركاء فيها وكما تذكرت وتفضلت أن الجافة السورية كان جزء من القوة هو إعلان الحرية والتغيير وكانوا موجودين معنا في الاعتصام كلهم بخيامهم خيامهم بتاع أدل والمساواة موجودة بتاع المناغي موجودة القوة السياسية SPLM كانت موجودة ياسر أرمان كانوا واحدة من الناس كانوا موجودين معنا في المنصة بتاع الاعتصام لكن الوقت حبا أنه هناك في غياب بتاثقة أو أدى موصول لقناعة من حامل السلاء أو من حركات الكفاة المسلعة بالعدقة يعني أنهم لم يصلوا لدرجة من السقة أو التوفر بتاع إرادة حقيقية من أخواننا أو رفاقنا في قوى هرية والتغيير في أنهم لهم استعداد للوصول لمخاطفة جزور الأزمة في مناطق النزاع طيبة لحياة طيبة